اذاعة صوت النجاح تقدم لكم برنامج هوان رمضان يعده ويقدمه لكم دكتور محمد فشارات بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي اليوم في برنامجكم الرمضاني هوان رمضان ان كان للناس هوان فنحن هوان رمضان ومعه نحيا ونسعد وحديثي معكم اليوم بعنوان ابتسم في رمضان قال السماء كئبة وتجه ما قلت اتسم يكفي التجه هما في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الاسف الصبا المتصرمة قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنم خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي فكيف اطيق ان اتب السماء قلت ابتسم واطرب فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألمة قالت تجارة في صراع هائل مثل المسافر كاد يقتله الضمى او غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كل ما لها ثادم قلت ابتسم ما انت جاء لبداءها وشفاءها فاذا تبسمت فربما ايكون غيرك مجرما وتبيت في وجل وكأنك صرت المجرما قال العدى حولي على صيحاتهم اأسر والاعداء حولي في الحما قلت ابتسم لم يطلبوك بذنهم لو لم تكن منهم اجل واعظم عزيزي المستمع الكريم الابتسامة امر هام جدا في الحياة فما بالنا في رمضان هذا الشهر الجميل العزيز الكريم هذا الشهر الذي نحتاج فيه ان نكون لدينا الابتسامات تبسمك في وجه اخيك الصدقة الابتسامة لها فوائد عديدة وحقيقة هنا سأحدثك عزيزي المستمع عن اهمية الابتسامة الصحية الهمية الصحية لهذه الابتسامة اذن الابتسامة انها تحافظ على الصحة النفسية والبدنية على فكرة هي تخفى من ضغط الدم تنشط ايضا الدورة الدموية كما تقول بعض الدراسات تزيد مناعة الجسم تحقق الهدوء النفسي بل تزيد الوجه جمالا وهي سلاح فعال ضد القلق اذن هذه الابتسامة فما بالنا لا نبتسم بهذا الشهر الفضيل بل تجد بعض الناس حينما يقول لك اني صائم وكأنه يعني متجهما غاضبا وكأنه يدفع الناس عنه دفعا ابعدوا عني ولا يعلم ان الابتسامة هي صدقة وتزداد الصدقة في رمضان اكثر فنحتاج الابتسامة ايضا هناك فوائد عقلية لهذه الابتسامة تزيد حقيقة هي تزيد النشاط الذهني تزيد القدر الابداعية تزيد ايضا صفاء الذهن فهنا كلنا مدعوين لكسب هذه الصحة كلنا مدعوين للابتسامة لانها اقصر طريق لدخول القلوب لانها تستطيع من خلالها ان تكسر حواجز العلاقات الابتسامة الصادقة حينما تكتسبها وتبتسم دائما فانك ستحصل على صدقات يومية حينما تبتسم الى زملائك في الصباح الى زوجتك الى ابنائك الى جيرانك هذا التبسم فيه صدقات ايضا لا تحقر من المعروف شيئا كما جاء في الحديث ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق الابتسامة تجعل الاخرين دائما اكثر قبولا لأفكارك ايضا الابتسامة هي مفتاح لهداية الناس عندما نبتسم نكسر الحواجز التي بيننا وبينهم وهي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان بساما يكثر الابتسام وقد كان فيه دعا برغم انه يقود الامة نحو حضارة الله سبحانه وتعالى اشار الى ضحك ظهرت في كثير من المواقف الله سبحانه وتعالى يأمرنا ان نكون اكثر ابتسامة اكثر هدوءا اكثر اتزانا لان الابتسامة عزيزي المستمع تزيد من الطاقة الايجابية الابتسامة تزيد من الطاقة الحيوية وايضا تقربك من قلوب الاخرين وتحسن علاقاتك مع الاخرين طيب ما هي الفوائد الاجتماعي اللي ممكن نكتسبها في هذه الدقائق من خلال الابتسامة في هذا الشهر الكريم الشهر الفضيل رمضان الابتسامة حقيقة لسبب من اسباب السعادة والنجاح لانك في النهاية الانسان الذي يبتسم يبث طاقة ايجابية كما قلنا وتنعكس على المحيط الذي يعيش فيه صاحب الابتسامة دائما هو الذي يكون اكثر قدرة على التواصل مع الاخرين وانشاء علاقات ايجابية فعالة الابتسامة دائما لها ذكرى تبقى في نفس الناس فانت حينما تبتسم في وجه الشخص الاخر سيبقى مخزن عنك صورة الابتسامة وليست صورة الكشرة والغضب ايضا هي تزيد من المحبة والود ما بين الاشخاص ما بين المحبين ما بين الازواج والابناء والاسر والعلاقات وحقيقة ان الابتسامة هي سفير لحل النزاعات والابتسامة دائما تمتص غضب الاخرين لكن شرط ان تكون صادقة ومن القلب وليست استهزاء ايضا هي تحية صامتة الابتسامة الصادقة استطيع ان نسميها تحية صامتة من خلال هذه الابتسامة يعني حينما تبتسم انت توصل تحيتك للاخرين وتستطيع ان تقول لهم السلام عليكم حقيقة ان الابتسامة تزيل الاحقاد والمشاحنات وتجعل الناس اكثر ايجابية تجعل الناس صورتهم ايجابية الجميلة كثير من الشركات اليوم تشترط على الموظفين ان يكونوا اكثر ابتساما لان انت لحينما تبتسم امام الزبون او امام انسان المراجعة والمواطن تكسب الود كلمة هيك همسة لكل العاملين الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص تحية لكم تحية لكم جميعا ومنقدر نقول الله اعطيكم العافية ولكن يعني الابتسامة صدقة يعني انا ادرك صعوبة الحياة وصعوبة المعيشة التي تعتاشون من خلالها والاعمال والى ذلك نقدر والله الله اعطيكم العافية ولكن لا تحرمونا هذه الابتسامة لانه تروح برات على بعض المؤسسات تجد بعض الموظفين جزاهم الله خير يعني حارمين الابتسامة الله يخليك ابتسمة يعني في النهاية تعود عليك بالصحة والعافية والهدوء والطاقة وتعود ايضا على صورتك الجميل التي ترسمها من خلال تواصلك مع الاخرين فهذه ايضا نصيحة محب لاخوان واخوات فاضلين واحب يعطيهم العافية يعني ايضا تساعدك دائما على حل المشاكل الداخل للناس الاكثر اتساما حقيقة هم يعني يفرغون عن انفسهم ويستطيعوا ان لا يكبتوا المشاعر السلبي بل هم دائما يتعاملوا بالمشاعر الايجابية فالمشاكل التي نواجهها بالابتسامة والدعاء دائما تساعدنا على اكتساب ايضا اصدقاء جد وعلاقات من جددة الابتسامة شيء جميل رائع ولكن ليس دائما تعطي انطباعا خفيفا الابتسامة لابد ان تكون صادقة من القلب ايجابية الابتسامة لابد ان تكون فيها ود وفيها محبة وفيها كما قلنا رسم صورة جميل على الوجوه وهنا بدي اميز عزيز المستمع سريعا بين المرح وكثرة الضحك ومن يمزح وبين الانسان المبتسم لا شك ان الانسان خفيف الظل يعني شيء جميل ولطيف وان المرح شيء جميل ومطلوب ولكن على ان لا يزيد عن حده نحن نتحدث عن ابتسامات توزع بطريقة لطيفة ندعو دائما الابتسامة وندعو دائما الى المرح ولكن وفضل نكون لديك شخصية لا 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 احتاج ان تكون جدي الى درجة يعني قاسية ولا هزلا ومزاحا الى درجة ايضا منفلت دعني اقول لنختر الوقت المناسب للمزح للجد دعونا نكون دائما مريحين اصحاب ابتسامات حقيقية دعونا ان نكون لطيفين في التواصل والاتصال مع الاخرين دعونا نكون هذه الابتسامة ترتسم بلطافة وبود وبطريقة جميلة دعونا نقول البشاشة يعني مطلوبة في سلوكياتنا وفي تواصلنا مع الناس وهذا ما جاء في قول الشاعر قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي الى الدنيا ويذهب مرغما قلت ابتسم ما دام بينك وبين الردى شبر فانك بعد لن تتبسم اذا الابتسامة شيء مهم ما اجمل هذه الابتسامة ما اجملها ان نصنعها على شفاه الناس وشفاهنا ما اجملها ان ترتسم بصدق بود بمحبة والاكثر جمالا انها ترتسم في هذا الشهر الفضيل في رمضان فكلما كنت اكثر ابتساما كلما حصلت على حسنات وطاقة ايجابية وعلاقات ومحبين جدد لك في الختام اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا جميعا من عتقائه ومن اهل جنته محبكم محمد بشارات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدمت لكم اذا عزوا صوت النجاح برنامج هوانا رمضان عده وقدمه لكم دكتور محمد بشارات اخرج عن المعتاد يوما ربما تجد النجاح مع الجديد المبتكر جدد اساليب الحياة وعش بما يثري حياتك كله